موسيقى 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 السلام عليكم و مرحبا بكم في خناة For Geek Size Only معكم اياد The Geek From The Middle East و نفس ما وعدكم في الفيديو اللي طاف بلعب لعبة Bonks Adventure على PC Engine PC Engine هو الجهاز اللي تكلمنا عنه في الفيديو اللي طاف وبونكس هو الماسكوت حق اللعبة قبل لابدأ لازم اذكر ان اسم Bonks هو الاسم الامريكي حق اللعبة Bonks Adventure ولكن في اليابان اسم اللعبة PC Engine نفس ما تشوفونا حين PC Engine Genjin معناته شخص من العصر الحجري PC اختصارها Picycanthropus Computers ادري متأكد لفت الكلمة غلط ولكن هاي الاختصار PC متعمدين يسوون هاي الشي علشان يخلون اسم PC Engine يناسب PC Engine انظروا الحركة الهلوة انزبت كلها معنا اسم عقب شوي ولكن لازم اذكر بعد احين اول ما تبدأ اللعبة برايكم شي سري انا اكتشافته بنفسي وحد مفتخر بنفسي ان اكتشافته و براويكم اياه بشاركم السر لان تعرفون يومنا صغر نلعب ماريو دائما كنا نعتمد على احد يعلمنا وين الاشياء سرية وكان في ناس يقرون مجلات ونفس ما تعرفون ما كان في انترنت في ذاك الوقت فما كنا نكدر نعتمد على الانترنت او نروح نسوي سيرج وين الاشياء سرية في ماريو وين الاشياء سرية في سونك فكنا نعتمدين على نفسنا او على اصدقائنا فهي الاشياء اللي براويكم انا اكتشافته بنفسي وحد مستهانس ان اكتشافته فخلنشارك اياكم فخلونا وين نطق ستارت وينبدي اللعبة ستارت نزل بي سي انجين على البي سي انجين من شركة هودسون صوف طلعه في سنة 1989 اول ما تبدو اللعب رجعوا وراه طقوها الارض بتطلع لكم هالوردة اخذو هالوردة بيطلع لكم وان اوب وحصلتوا وان اوب بلوش دعونا نرجع حق موضوع اسم اللعبة اللعبة بعد طلعت على فاملي كمبيوتر ولكن غيرو الاسم الى فاملي كمبيوتر اوكي اللعبة بعد طلعت على ولكن هالمرة سمو بي سي كيد غيرو اسم اللعبة واتوقع بي سي مع قصدهم بفور كرايست قبل الميلاد اوكي حين خلنا نتكلم عن اللعبة نفسها نفس ما اذكرت اللعبة طلعت في سنة 1989 نفس السنة اللي سوبر ماريو 3 طلعت بعد قصة اللعب وايد بسيطة وحلوة في اميرا ولازم تنقذها اسم الاميرا برينسزة معظم الناس يقارنون هاي اللعبة وي سوبر ماريو 3 اللي انطلعوا في نفس الوقت او نفس السنة ولكن كل صراحة ما في مقارنة بين هاي اللعبة و سوبر ماريو 3 على اني اس و الفاملي كمبيوتر طبعا لان نفس ما ذكرت في الفيديو اللي طاب جهاز البي سي انجين في الوان وايد اكثر من الفاملي كمبيوتر فهاي اللعبة من ناحية الجرافيكس والصوت والالوان وايد احسن من سوبر ماريو 3 فانا بقارن هاللعبة وي سوبر ماريو وولد على السوبر نوتندو اللي بعد هاي اللعبة فيها الوان اكثر يعني هاي اللعبتين تقدر تقارنهم على الاقل في مقارنة عادلة بينهم بقارنة عادلة حسنا رأى الوان او بي سي انجين معظم الابغراد والاشياء التي تحت منها كلها فوقع وخضراء فمعرف ليش هاي شيء حلو احنا رأى هالحركة تقدر يوزي في امريكا اسمها الحركة بونكينج اوكي غايت power up احين خلا نشير لو حظتوا في الفيديو اللي طاف معظم الالعاب اللي عرضتها حق البي سي انجين الاغاني واير حلوين كانوا فيهم يعني انا احلى شي عندي فهاي لعابهم الاغاني بذات هاي اللعبة يعني حتى وانا سوي الفيديو اللي طاف قعدت اقول اوكي اي لعاب اختار علشان يمثلون البي سي انجين ويجذبون الناس حق البي سي انجين قلت اوكي اختار الالعاب اللي انت تحب الاغاني اللي فيهم لان هما اللي يجذبوك للبي سي انجين فيمكن بعد الناس لما يسمعون الاغاني فهالالعاب يجبهم بعد جهاز البي سي انجين كلش ممركز في اللعب انا ممركز عالكلام اللي بقوله ما علي اوكي في حال انا ماشي أعب بالفروكة بس لو لم أرجع لهم اللعبة هاي اللعبة في ريميك حق البلاي ستيشن 2 والجيم كيوب نزلت بس في اليابان باسم هودسون سوفت سيلكشن فوليوم 3 عدلوا الألوان والغرافيكس طبعا حتى الصوت يعني الأغاني في ذي اللعبة بعد يعجبوني الأغنية مارل هاي اللعبة بالضغط اللي في الليفل الأولي اللي حين قاعدين تسمعونها ويتعجبني الأغنية عندي إياها على الآيفون وانا بالنسبة للأغاني في الألعاب شيء مهم يعني الأغنية اللي في أول لفل في السوبر ماريو أغنية كلاسيك متأكد الكل يتذكرها الأغاني اللي في سونك بعد عجيبين يعجبوني وايد يعني دايما عندي إياهم على الآيفون ودايما نسمعهم فمن ناحية الأغاني في هاللعبة صراحة أحيي خدس صوفت على الأغاني اللي سوقوها حاج هاللعبة موسيقى نزيل انتكلمت عن الريميك ولو كان هاي اللعبة بالضغط تقدرون تحصلونها على البي اس نتورك بلاي ستيشن نتورك و الوي بيرتور كونسول تقدرون تحصلونهم من كل بعض لعبهم أو يعرف اللعبة من هناك أوكي حيني خانلوا حاج هالرئيس أنا ضرل من مساعات كليش ممركز في اللعب ولكن حيني خلوني أركز في اللعب أوكي يلا لا تحاصرني لا حاصرني من بطلع أوكي يلا محاصرني أبدأ طلع من هنا غلون تحرك سأشيء حسنا حين طرعنا يلا أعطى بنك يا بنك 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 بصيلة حين لا بموت موت حين بصيلة سأعطى سبام 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 صح ولا أنا قاعد أقول كلمة غلب سبام هذا هو ستة محاصر 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 نفس ما أذكرت في الفيديو الذي يطف في هذا الفيديو بنك 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 بالسكور من شركة PC Engine أنفسфф ماريو ونينتندا هم الملامحات مالهم صوني و سيگا كراش و صوني و مستر تيف وميكروسوفت الأكس بوكس طبعاً ولكن في أمريكا يوم أما تحركوا جهاز turbo graphics لم يجعلون بونكس هو ماسكوت الجهاز أول شيء يجعلون كيث كوريج كانوا يجبون كيث كوريج يصير ماسكوت ولكن أحس ولكن بعدين غيروا يمكن أن الناس لم يجعلون كيث فجعلوا اير زونك أو زونك زونك لا علاقة ببونكس لأن بونكس في العصر الحجري صح زونك اللعبة في المستقبل فزونك يصير وهو أحد أحفاظ بونكس يعني لهم علاقة ببعض شكلهم نفس الشيء ولكن اللعبة مو سايت كرولر اللعبة شوت ام اب أو كوت ام اب والبي سي انجن كان في وايد كوت ام اب ولكن صراحة زونك أحلى كوت ام اب لعبت على البي سي انجن وايد حلو يعني صراحة إن شاء الله أسوي الفيديو عن زونك أو اير زونك بالياباني أتوقع كان اسمه بي سي دينجن إذا أنا مو غلطان وبعد نفس الشيء مسروين إنه اسمه بي سي أو اسمي شابه بي سي انجن بي سي دينجن بي سي دينجن المهم أحين بغط اللعبة الرائتنج وصراحة يعني وايد عانيت وأنا أختار رائتنج حق هاللعبة لأن الرائتنج الأولي حقي كان 7 out of 10 ولكن منصور عطى اللعبة 8 out of 10 أخوي منصور عطاها 8 يعني سألت ليش 8؟ كان اللعبة حلوة يعني شنو مو عجبك فيها 7 شوية حق اللعبة هاللون عجيبة فكرت فكرت في الموضوع وعقب فترة قلت يعني الشيء الوحيد اللي أنا مو يمكن ما يجذبني ومو عجبني في اللعبة إنه وأنا صغير ما ألعبتها والحين وأنا كبير يعني ألعبها الشيء اللي مخرب اللعبة إنه شوية سهلة عليه اللعبة يعني أتوقع لو أنا كنت صغير شوية اللعبة بتكون صعبة عليه وبموت أكثر من مرة وبعاني في اللعب ما بقدر أخلص اللعبة بسهولة ولكن الحين يعني لما ألعبها اليوم يعني نفس ما أشفتو قاعد أمشي بدون ما أركز بعد أسوله ووصلتك كوهاي الليفل تهم الثالث ولا الرابع لكن بصراحة يعني اللعبة تتقارن بماريو بسهولة وتستوهل ثمون فاكيهات الريح تقعجبني ثمون فاكيه انزل فتستوهل ثمون يا صراحة من عشرة لان اليوم اكا اكاني جدامكم اليوم دعونا ألعبها بدون مشاكل ما فيها أي مشكلة وما فيها شي غلط أو ما في شي عاجبني ولو على الألوان والموسيقى سأعطيها عشرة يعني ولكن خلنا نكون أو دم منصفين أعطي اللعبة ثمانية من عشرة إن شاء الله أعجبكم الفيديو لا تنسوا انسون لايك فاورة انسسكرايب وشوفوا فيديوهاتنا ثانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر